السلام عليكم ورحمة الله بهذا السؤال في عندي هذا التركيب المعدني يخضع إلى ثلاث قوى متساوية P تساوي 4 كيلو نيوتون يوجد قوتين P مطبقتين على الوصل ABC وقوة P مطبقة على الوصل CD المطلوب بهذا السؤال حساب مساحة مقطع العمود EB حيث أن الإجهاد العمودي Normal Stress المطبق في هذا العمود يساوي زائد 100 ميجا باسكال إشارة الزائد تعني أن الإجهاد المطبق في هذا العمود هو إجهاد شد عمودي Tension Normal Stress وأعطاني الأبعاد بين نقاط الوصلات نبدأ الحل الإجهاد المطبق في العمود EB يساوي زائد 100 ميجا باسكال إشارة الزائد تعني أن الإجهاد المطبق هو إجهاد شد Tension والقوة P تساوي 4000 نيوتون الآن بهذا السؤال أعطاني قيمة الإجهاد 100 ميجا باسكال ولحدد قيمة القوة من خلال التعويد في هذه المعادلة أحصل على قيمة المساحة أو الإرياء هو طلب المساحة أولا بما أن القوة المطبقة في العمود EB مجهولة الآن لحبدأ بحسابات الستاتيك فيقوم بحساب القوة ثم أنتقل إلى حسابات المقاومة بهذا الشكل رسمت Free Body Diagram للوصلة أو اللينك ABC القوة التي تخضع لها هذه الوصلة هي قوة المسند الثابت عند النقطة A AX و AY هذه القوة مطبقة بواسطة المسند الثابت القوة المطبقة عند النقطة B هي قوة شد ليش قوة شد نحو خارج الوصلة؟ لأن الإجهاد المطبقة في العمود هو إجهاد شد فالقوة قوة شد أي أن جهة القوة FBE نحو خارج الوصلة قوة شد وعندي القواتين P المطبقتين على الوصلة ABC بهذا الشكل وعندي قوة عند النقطة C هي قوة C ناتجة عن نقطة الوصل بين اللينك ABC واللينك CD عند النقطة C بهذا الشكل الآن بهذا الفري بادي دياغرام عندي أربع مجاهيل FBE هي القوة اللي بدي أحسبها مشان عوضها في معادلة الإجهاد القوة AX والقوة AY ما بهمني حسابهم هو ما طلع بحسابهم لكنهم مجهولين وعندي القوة C بإمكاني من خلال معادلة الستاتيك الثلاثة المعادلة الأولى محصلة العزم حول نقطة معينة يساوي صفر المعادلة الثانية محصلة القوة على المحور العمودي أو المحور Y تساوي صفر المعادلة الثالثة محصلة القوة على المحور الأفقي أو المحور X تساوي صفر فأنا عندي ثلاث معادلات لكن عندي أربع مجاهيل فيلزمني معادلة رابعة لحقوم بدراسة اللينك DC من أجل إيجاد القوة C وبالتالي خفت قيم المجاهيل المطبقة في الوصلة ABC بهذا الشكل هاي اللينك CD يخضع هذا اللينك إلى القوة C المطبقة بواسطة اللينك ABC ويخضع إلى قوة P بهذا الشكل ويخضع إلى قوة المسند عند النقطة D نحو الأعلى بهذا الشكل من خلال أخذ محصلة الممد حول نقطة D لحوجد قيمة القوة C Sigma MD محصلة عزوم القوة حول نقطة D يساوي صفر على فرض أن محور الدوران هو نقطة D فإن هذه القوة تمر من محور الدوران وبالتالي المسافة العمودية بينها وبين محور الدوران تساوي صفر أي أن عزم هذه القوة يساوي صفر فأنا عندي عزم قوتين عزم القوة P وعزم القوة C Sigma MD محصلة العزم حول النقطة D يساوي RP ضرب القوة P RP هي المسافة العمودية بين القوة P ومحور الدوران D 0.150 متر ضرب القوة P 4000 ناقص RC ضرب F C RC هي المسافة العمودية بين القوة C ومحور الدوران D 0.100 متر زائد 0.150 متر ضرب القوة F C القوة عند نقطة C مجهولة لماذا وضعت أشارة ناقص؟ على فرض أن جهة العزم حول محور الدوران D بعكس جهة عقارب الساعة هي الجهة الموجبة فتكون جهة العزم مع حركة عقارب الساعة هي الجهة السالبة لذلك وضعت أشارة ناقص الآن عندي هذه المعادلة فيها مجهول واحد هي قيمة القوة عند النقطة C F C تساوي 2400 نيوتون أو 2.4 كيلو نيوتون وأنا فرضت أن القوة قوة شد تحو خارج الوصلة وبالتالي بما أن الجواب موجب أي أن القوة قوة شد تينشن الآن أنا تخلصت من أحد المجاهل قيمة القوة F C 2400 نيوتون ليش لسمنا جهة القواتين متعاكستين بهذا الشكل؟ القوة عند النقطة C في الوصلة ABC تساوي القوة عند النقطة C في الوصلة CD الجهة مختلفة لكن القوة متساوية هذه الوصلة عم تخضى على قوة شد نحو العلى وهذه الوصلة عم تخضى على قوة شد نحو الأسفل والقواتين متساويتين وبالتالي نصل إلى حالة السكون أو التوازن بعد حساب القوة F C بإمكاني حساب القوة F B E هو ما طلب مني حساب القوة عند المسند A لحاستخدم معادلة محصلة العزم حول نقطة A تساوي صفر Sigma M A يساوي ناقص R ضرب F C على فرض أن محور الدوران هو نقطة A فإن المسافة العمودية بين محور الدوران A والنقطة C هي R ضرب القوة F C ولأن جهة عزم القوة بجهة حركة عقارب الساعة أي الجهة السالبة لذلك وضع إشارة ناقص ناقص R P 1 ضرب P 1 هذه القوة P 1 و R P 1 هي المسافة العمودية بين محور الدوران A والقوة P 1 والإشارة ناقص لأنها بجهة عقارب الساعة الجهة السالبة ناقص R P 2 ضرب P 2 هذه القوة P 2 R P 2 هي المسافة بين محور الدوران A والقوة P 2 القوة P 1 تساوي القوة P 2 لكن المسافة العمودية بينها وبين محور الدوران مختلفة المسافة R P 1 أكبر من المسافة R P 2 زائد R P ضرب القوة F B E هذه القوة F B E والمسافة العمودية بينها وبين محور الدوران A هي R P والإشارة الزائد لأن القوة F B E تصنع عزم دوران حول محور الدوران A جهته بعكس جهة عقارب الساعة أي الجهة الموجبة ومحصلة العزم حول نقطة A تساوي 0 نقوم بالتعويض R هي المسافة بين محور الدوران والقوة C 0.450 مجموعة هذه المسافات ضرب القوة F C القوة F C هي 2400 نيوتون R P 1 هي المسافة 0.450 مجموعة والقوة P 4000 نيوتون R P 2 هي المسافة 0.350 متر ضرب القوة P 2 4000 نيوتون زائد المسافة العمودية بين القوة F B E ومحور الدوران A 0.150 متر ضرب القوة F B E هذه القوة A X و A Y تمر من محور الدوران وبالتالي عزم هذه القوة تساوي 0 الآن عندي معادلة واحدة فيها مجهول واحد هو القوة F B E F B E تساوي 28533 نيوتون أو 28.533 كيلو نيوتون بما أن القوة موجبة فهي تنشن قوة شد مثل ما أنا افترضتها في الرسم وكما أخبرني بالسؤال أن الإجهاد المطبق في العمود E B هو إجهاد شد من خلال إشارة الزائد الآن بعد إنهاء حسابات الستاتيك أنتقل إلى حسابات المقاومة عندي الإجهاد 100 ميجا باسكال وعندي القوة 28533 نيوتون أقوم بالتعويض في هذه المعادلة فأحصل على قيمة المساحة مساحة العمود E B Sigma B E الإجهاد العمودي المطبق في العمود B E يساوي القوة على المساحة نقلت المساحة للأعلى ونزلت الإجهاد للأسفل قمت بتعويض القيم القوة F B E 28533 والإجهاد المطبق في العمود B E 100 ميجا باسكال فيكون الناتج A B E مساحة مقطع العمود مساحة مقطع العمود B E تساوي 285.33 ميلي متر مربع بالتقريب تكون 285 ميلي متر مربع بهذا الشكل قمنا بحساب مساحة مقطع العمود B E مثل المشايفين مقرر الستاتيك ومقرر المقاومة مترابطين قمنا أولا بتحديد القوة المطبقة في العمود B E من خلال حسابات الستاتيك ثم انتقلنا إلى حسابات المقاومة بهذا الشكل وأوجدنا مساحة مقطع العمود B E أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله